بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الفقر الرابعة مرحبا بكم انتهينا في المحاضرات السابقة من شرح معيار تمييز العقود الإدارية واستعراض اثنين من أهم صورها وهما عقد الإشغال العامة وعقد امتياز المرافق العامة أما اليوم فسوف نبدأ في شرح الباب الثالث من الكتاب وتحديدا الفصل الثاني من الباب الثالث والمتعلق بالطرق الأساسية لإبراهام الوقود الحكومية والجزء المقرر في هذا الفصل كالآتي من صفحة 100 لمنتصف صفحة 105 ومن صفحة 113 إلى صفحة 130 بداية يجب علينا ملاحظة الاختلاف الجوهري ما بين التعاقدات الحكومية اللي هي محل الدراسة والتعاقدات التي تبرمها أشخاص القانون الخاص ويتمثل هذا الاختلاف في أن العقود التي تبرمها أشخاص القانون الخاص تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في اختيار طريقة وإجراءات التعاقد أما الجهات الحكومية فقد ألزمها المشرع عند إبرامها لعقودها سواء كانت هذه العقود إدارية أو مدنية باتباع طرق وإجراءات محددة للتعاقد يعني الإدارة لا تتمتع بحرية اختيار طريقة وإجراءات التعاقد على عكس أشخاص القانون الخاص والمشرع في قانون التعاقدات الحكومية الجديد قام بتحديد طرق أساسية للتعاقد وطرق أخرى إسسنائية وحدد شروط اللجوء لهذه الطرق والإجراءات المتبعة عند التعاقد من خلالها وفيما يتعلق بطرق التعاقد الأساسية فقد حدد المشرع أسلوب المناقصة العامة ونركز هنا المشرع حدد أسلوب المناقصة العامة كأسلوب أساسي للتعاقد في حالة ما إذا كانت الإدارة في موقف المشتري أو المستأجر حتى تضمن الإدارة الوصول لأقل سعر وبأفضل شروط يعني الإدارة لما تكون في موقف المشتري أو المستأجر يعني هي اللي هتدفع فلوس فطريق التعاقد الأساسي المحدد من قبل المشرع هو المناقصة العامة كلمة مناقصة جاية من النقصان يعني أن هذا الأسلوب يستهدف تحقيق أو التعاقد الإدارة بأفضل شروط وبأقل سعر أما في حالة ما إذا كانت الإدارة في موقف البائع أو المؤجر فإن الأسلوب الأساسي للتعاقد هو المزايدة العامة العلانية أو بالمظاريف المغلقة وده عشان تضمن الإدارة الحصول على أعلى سعر وبأفضل شروط ونقدر نقسم عملية التعاقد من خلال أسلوب المناقصة أو المزايدة العامة إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الإعلان عن المناقصة أو المزايدة العامة هذه المرحلة يمكن لطلابنا الأعزاء قراءتها إلا أنها غير ملزمة لهم في الامتحان أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تقديم العطاءات من قبل الراغبين في التعاقد مع الإدارة والعطاء هو العرض المالي والفني الذي يقدمه الراغب في التعاقد مع الإدارة لكي تقبل التعاقد معه وذلك إذا رأت أن هذا العطاء هو أفضل العطاءات المقدمة من الناحية الفنية والمالية طب إيه هي شروط الاشتراك في المناقصة أو المزايدة العامة أولا دفع التأمين المؤقت كنا تكلمنا عن التأمين المؤقت قبل كده في سياق التفرق بينه وبين التأمين النهائي لما كنا نتكلم عن الجزاءات المالية التي يمكن توقعها على المتعاقد المقصر وقلنا وقتها أن التأمين المؤقت هو مبلغ مالي بيتم تحديده بنسبة معينة من القيمة التقديرية للعقد وبيقدمه الراغب في التعاقد بالتزامن مع تقديمه للعطاء وذلك ضمانا لجديته في الاشتراك في المناقصة أو المزايدة ووفقا لقالول التعاقدات الحكومية فعلى الإدارة عند تحددها لقيمة التأمين المؤقت ألا يتجاوز مبلغ التأمين نسبة 1.5% من القيمة التقديرية للعقد وده في حالة إيه؟ في حالة تعاقد الإدارة على شراء منقولات أو خدمات أما في حالة تعاقدها على شراء عقارات يعني هنا الفرق مرة شراء منقولات أو خدمات فيبقى الحد الأقصى لمبلغ التأمين اللي ممكن تحدده الإدارة 1.5% أما في حالة شراءها لعقار فيجب أن لا يتجاوز التأمين نسبة 0.5% من القيمة التقديرية للعقار وطبعا خفض نسبة التأمين فيما يتعلق بالعقارات راجع لأن العقارات غالبا بيكون تمنها مرتفع وبالتالي يجب تخفيض نسبة التأمين حتى لا يكون مبلغ التأمين مبالغ فيه ولا يشترط أن يتم دفع مبلغ التأمين بأموال سائلة أو بموجة بشيك لأن القانون سمح للرغم في التعاقد بتقديم خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية بقيمة مبلغ التأمين ولكن بشرط أن البنك الصادر منه خطاب الضمان يتعهد بدفع المبلغ بمجرد طلب الإدارة وبدون قيد أو شرط وفي حالة ما إذا كان مقدم العطاء قدم خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية فيجب أن يكون هذا الخطاب مؤشر عليه بالموافقة من أحد البنوك المحلية تسهيلا على الإدارة في استفاء التأمين المؤقت حالة استحققها لي طيب إيه مصير التأمين المؤقت حنا قلنا أن الهدف من التأمين المؤقت ضمان جديد مقدم العطاء في الاشتراك في المناقصة أو المزايدة وبالتالي إذا سحب عطاءه قبل انتهاء إجراءات المناقصة بيصبح التأمين المؤقت من حق الإدارة أما إذا لم يقبل عطاءه وتم تفضيل عطاء آخر فالإدارة بتقوم برد مبلغ التأمين المؤقت لصاحبه نصل لوزئية كيفية تقديم العطاء يعني كيف يقوم الرغب في التعاقل مع الإدارة بتقديم عطاء أولا لازم العطاء يكون مكون من مظروفين مظروف بيحتوي على العرض الفني بمعنى أنه بيحدد كيفية تنفيذه للعقد وإمكانياته الفنية ووسائل التنفيذ المتاحة ومدة التنفيذ إلى آخر أما المظروف الآخر فبيحتوي على العرض المالي ويجب تقديم العطاء خلال الميعاد المحدد لتقديم العطاء طب إيه هو المعدة؟ هو المدة ما بين تاريخ الإعلان عن المناقفة أو المزايدة والتاريخ المحدد لفتح المظريف الفنية يعني فيه نقطة هنا مهمة يا شباب عشان نفهم الموضوع بنستبق الأحداث شوية بس لازم عشان نقدر نفهم تقديم العطاء في مظروفين لأن القانون بينص على أن العرض الفني بيتم البت فيه في البداية يعني بيتم البت في كل العروض الفنية فحصها بكلها واختيار العروض المقبولة فنيا واستبعاد العروض غير المقبولة وبعد كده بيتم التفضيل ما بين العقود الفنية المقبولة من الناحة المالية يعني بنفتح المظريف المالية الخاصة بالعروض الفنية المقبولة طيب خلاص تم تقديم العطاء للجهة الإدارية من وقت تسليم الراغب في التعاقد لمظروف أو لمظروفي العطاء المظروف الفني والمظروف المالي لإدارة التعاقدات التابعة للجهة الإدارية بيمتنع عليه ادخال أي تعديلات على العطاء وإذا أراد إضافة بعض الملاحظات فعليه تقديمها في مذكرة مستقلة تقديم الراغب في التعاقد للعطاء بيعتبر بمثابة الإجاب في التعاقد احنا عارفين طبعا أن العقد بيرعقد من خلال وجود إجاب من أحد أطراف العقد على أن يصادفه قبول من الطرف الآخر وبشرط تطابق مضمون كل من الإجاب والقبول ده اللي احنا درسناه في القانون المدني وتقديم العطاء زي ما قلنا يعتبر بمثابة الإجابة وفي حالة اختيار الإدارة لهذا العطاء والتصديق على هذا الاختيار من قبل السلطة المختصة بيحدث القبول وبالتالي بينعقد العقد طيب وعلى مقدم العطاء الالتزام بالبقاء على عطاءه طوال وعدم الرجوع فيه طوال المدة المحددة لسرايان العطاءات والمحددة بالإعلان عن المناقصة أو بالإعلان عن المناقصة والمزايدة ويجب على الإدارة عند تحديدها لمدة سرايان العطاءات ألا تقل هذه المدة عن 45 يوم وألا تزيد عن 9 يوم وإذا لم تستطع الإدارة اختيار العطاء الأفضل خلال المدة المحددة لسرايان العطاءات يمكن لها مد سرايان هذه المدة ولكن بشرط اختار مقدبي العطاءات والذين يحق لهم الاختيار إما على الموافقة على الالتزام بالمعاد الجديد أو الرفض وفي حالة رفضهم لمد معاد أو مدة سرايان العطاءات تقوم الإدارة باستبعاد مقدم العطاء الرافض على أن تعيد له مبلغ التأمين المؤقت الذي سبق له عند دفعه نأتي الآن للمرحلة التالتة والأخيرة من مراحل التعاقد وهي مرحلة البت في العطاءات المقدمة واختيار الأفضل منها ووفقا لأحكام قانون التعاقدات الحكومية بيتم فتح المظارف الفنية أولا لاختيار العطاءات المقبولة من الناحية الفنية والسبعاد العطاءات التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوب على أن يتم فتح المظارف المالية بعد ذلك ليتم في النهاية ترسية المناقصة أو المزايدة على صاحب العطاء الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية لكن فيه حكم خاص نود أن نلفت انتباه طلابنا الأعزاء له وخاص بحالة وفاة مقدم العطاء قبل البت فيه يعني أحد مقدمين العطاءات توفى قبل أن تتوصل لجنة البت لقرارها لم تختار العطاء الأفضل في الحالة دي قرر قانون التعقلات الحكومية أنه إذا كان مقدم العطاء المتوفي شخص طبيعي وليس شخص معنوي لأن الوفاة ما فيش وفاة بتنهي حياة الشخص المعنوي الشخص المعنوي بينتهي بالتصفية دي حاجة تانية فكلامنا هنا عن الشخص الطبيعي اللي زينا فإذا كان مقدم العطاء المتوفي شخص طبيعي أو كان المالك الوحيد للشركة أو صاحب الحصة الحكمة أو المؤثرة في قرار الشركة فإن لجهة الإدارة الحق إما في استبعاد عطاءه ورد التأمين المؤقد للورسة وإما السمح لهم بالاستمرار في إجراءات المناقصة ولكن بشرط تعينهم لوكيل عنهم بتوكيل مصدق عليه لاستكمال إجراءات المناقصة وفيه حكم خاص آخر بيتعلق بحالة العرض المالي منخفض القيمة قانون التعقدات الحكومية قرر إنه لو وجدت لجنة البت في العطاءات إن العرض المالي الأقل من بين العروض الفنية المقبولة منخفض انخفاض كبير عن باقي العقود حيننا نتكلم عن مناقصة في المناقصة دي فيه عروض فنية تم قبولها وعروض تم استبعادها العروض الفنية التي تم قبولها بنفتح المظاريف الخاصة بعروضها المالية لو وجدت لجنة البت إن العرض المالي المنخفض الأكثر انخفاضا من بين العطاءات وبالتالي مفروض يتم التوصية بالتعقد معه لو وجدت إن هذا العرض منخفض بشكل كبير عن باقي العطاءات وعن قيمة تقديرية للعقد عموما فعلى اللجنة عدم التوصية بقبول هذا العطاء إلا بعد أن تطلب من مقدم العطاء تفاصيل هذا العطاء فإذا تبين لها عدم معقولية الأسعار المقدمة أوسط باستبعاد العطاء نظرا لعدم جدية مقدم العطاء طيب انتهينا من هذه الجزئية بعد اختيار العطاء المقبول بيتم اختار صاحب هذا العطاء وعليه أن يقوم بتقديم مبلغ التأمين النهائي لجهة الإدارة وإذا تخلف عن تزديده في الموعد المحدد بيتم اختاره بإلغاء التعقد التأمين النهائي يا شباب دايما بيكون الهدف منه ضمان جدية تنفيذ التعقد يعني التأمين المؤقت اللي الكلمنا على في السابق ضمان جدية الدخول في الملاقصة أو المزايدة إنما التأمين النهائي بيضمن جدية التنفيذ فإذا صحب العطاء المقبول من بداية الموضوع كده تأخر في سرد التأمين النهائي معنى كده إن فيه شك كبير حول التزامه بتنفيذ العقد وبالتالي على الإدارة أن تقوم باختاره بإلغاء التعقد ويصبح مبلغ التأمين المؤقت اللي تم دفعه سابقا وقت تقديمه للعطاء من حق الجهة الإدارية كما يحق للإدارة تحميله قيمة كافة الخسائر النتيجة عن إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة الغير وإلى هنا بينتهي حديثنا عن طرق التعاقد الأساسية وبنذكر طلابنا الأعزاء إن الجزء المشروح في هذه المحاضرة يقع ما بين صفحة 100 لصفحة 105 بالإضافة للجزء ما بين صفحة 113 لصفحة 130 وإلى لقاء قريب إن شاء الله